أكثر من 1400 كيلو متر هي طول الحدود المشتركة بين العراق وإيران ما يجعلها أطول حدود من بين دول الجوار إجراءات وتحصينات واسعة نفذتها قيادة قوات الحدود لتأمينها ومنع أي عمليات عبور أو تسلل من خلال تعاون حدودي مشترك مع نظيرتها الإيرانية إضافة إلى رفع مستوى التنسيق الاستخبار والمعلومات حسب تأكيدات قائد قوات الحدود لدينا 1493 كيلو متر وهذا التعاون والتنسيق أثمر في تحقيق نسبة ضبط ممتازة لمقاطع مهمة من الحدود العراقية وحلحلت أغلب المشاكل الموجودة على طول هذه الحدود أسهمت في تحقيق نسبة كبيرة من الحد من التسلل والتهريب بين البلدين والتي تسهم في أمن البلدين المجاورة إن شاء تحصينات كبيرة على الحدود العراقية الإيرانية هذه التحصينات وهذه الإجراءات لم تكن موجودة في تاريخ حدود الدولة العراقية مع الجانب الإيراني الأمن والاستقرار على طول الحدود المشتركة بين العراق وإيران تحقق من خلال منظومة مراقبة متكاملة لكل البلدين ما جعلها حدودا نموذجية أجهضت محاولات عبور عصابات تجارة المخدرات وعمليات التهريب المختلفة أمنيا كانت هذه الحدود تقريبا هي الأكثر أمان من بين الحدود المتبقية سيما بين العراق وسوريا سيما بين العراق وتركيا لذلك أعتقد أن الجانب الإيراني يستطيع أن يقدم الكثير الجانب الإيراني قدم تسهيلات أمنية وقدم معلومات أمنية وأجهض بضع عشرات من العمليات التي كادت أن تضرب إيران من خلال المعلومات الاستقبالية والمعلومات الفنية أعتقد الحدود بين العراق وإيران مؤمنة إلى حد الرضا وأعتقد أن هذه الحدود التي تطلع بحمايتها قياد قوات الحدود ووزارة الداخلية وقياد عمليات المشتركة باتت إلى أكثر نظارة وأمان فيما يتعلق بينها وبين العراق الحدود المشتركة بين العراق وإيران مؤمنة بشكل كامل وتام ولا مجال لأي عمليات عبور أو تسلل غير قانوني والتنسيق الأمني والاستخباري بين قيادات قوات الحدود بأعلى مستوياته في بغداد وطهران من مقر قيادة قوات الحدود ببغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية ترجمة نانسي قنقر